طيب اللجنة السلسية المعينة لإدارة اتحاد الكرة هي قبل منها اللجنة الخماسية يعني لجنة أحمد مجاد ولجنة عمر الجنيني اللجنة دي كان اتحاد الدولي اعتبرنا كرويا ناس مش قادرة تحكم نفسها ببساطة دي لجنة وصايا الفيفا شاف ان نظام الكرة في مصر مش مؤهل انه يدير نفسه ودي كان يعني سبب جد في مستقبل اتحاد بيكمل مئة سنة دلوقت في النقطة دي لانه نقطة محورية ليه علاقة باللي احنا فيه هو احنا سمعنا عن موضوع اللجنة دي قبل كده ابدا احنا مصر المؤسسة للاتحاد الافريقي اقدم دول واحدة من اقدم دول العالم في ممارسة كرة القدم اللي خرجت كوادر مزهلة ورغم كده اللي احكاد بتقول لما استقيل الاتحاد المصري الذي استقال او دفعته ظروف للاستقالة بعد اخفاق كاس الأمم الافريقية اللي كان صدمة واللي بنعاني منه حد النهار ده في الرانكينج بتاعنا والترتيب بتاعنا في الترتيب التاني دلوقتي مصر اللي كانت وصلت لتاسع العالم اللي كانت بتقول ايه يقوم بعمل الاتحاد بصلاحياته المدير التنفيذي لمدة محددة قيسة بثلاث شهور حد اقصى يهيئ الظروف ويدعو لعقد جمعية عمومية لإجراء الاتخابات ايه المشكلة في كده ايه اللي يخلينا نروح لحل فجائه حل فجائه لم يتخيله واحد لو انا متذكر كان وقتها مجموعة من الجمعية العمومية ابتدت تعمل نوع من التنصيخ مع بعضها وتعمل شكل من اشكال التمرد على الاسلوب التقليدي في ادارة العملية الانتخابية وحطت بعض النقاط اللي عايزة تغيرها في النظام الاساتي وهنا كان مربط الفرص وبدأ يبقى فيه صدق اعتقد كان الاستاذ محمد الطويلة مع مجموعة وكان رئيس الله ارحمه بقى المستشار اعتقد يعني نادي المدينة المنورة او حاجة وكان بيتصل بكل الناس ان ابتدت المجموعة تكبر وفجأة خرج علينا هذا النظام وتعملت لنا لجنة واحنا هنا في مالك وكتاب وقلنا هذا الكلام مصر مش صغيرة عشان تعمل لها لجنة تدرع من الاتحاد الدولي هي مش لجنة مصرية هو مش اتحاد مصري هي لجنة من موظف الاتحاد الدولي مصريين واذا ما كانوش لقوا الخبرات المصرية كانوا ممكن يجبوه لنا حد اجنابي زينا زي بلاد لسه ما عندهاش تنظيم كروي قوي وما عندهاش الكوادر فهذا معناه انه ما عندهاش الكوادر اللي تقدر تنظم وصلوا للنقطة دي ازاي حلقة مفقودة او معلومة مفقودة طيب هنا في نقطتين تلاتة مهمين النقطة الاولى اساسية دي مصر وده الاتحاد المصر لكرة القدم اللي فات عليه مئة سنة لو بصيته للدول اللي خاضع للجان التطبيع وده اسمها من الاتحاد الدولة يتلاقي دول ذاتها ظروف خاصة ودول صغيرة ودول عندها مشاكل كتيرة مصر غير كده خالص مصر الاسبق بين كل دول الشرق الاوسط في عضوة الفيفا مصر الاتحادها كمل مئة سنة فبالتالي السكوت على سبط التطبيع كلام لا يليق ابدا بقيمة الرياضة المصرية وانا هنا بقول دور وزارة الرياضة ودور اللجنة الاولمبية هو الفيفا محدش عارف له سكة هو طريق الفيفا صعب قوي هي مخاطبة الفيفا من قبل الوزارة ومن قبل اللجنة الاولمبية قلولنا يا جماعة ايه المطلوب لا يليق باتحاد الكرة المصري ان يظل تحت الوصاية الدولية من قبل الفيفا كل هذه المدة خاصة هي يا سيد زفرين بس لا خاصة لان فيه نقطتين وانت لما كلفت اللجنة الخمسية مع الوضع في الاعتبار احمد مجاهد وعمر جنيني واعضاء اللجنة الخمسية واللجنة السلسية يقدر يخشوا الانتخابات الحرة نازية وينجحوا ويبقى جايباهم الجامعية العمومية فالكلام مش على افراد الكلام على فكرة حق الكرة المصرية في ان تدار من قبل اعضائها وابنائها مش بالوصاية الدولية خاصة انه حتى لجان التطبيع اللي انت عينتها مرة خمسية ومرة سلسية وهناك حديث كبير عن التمديد كانت التكليف لها تسيير الاعمال واعتماد لايحة النظام الاساسي علشان تجرع على اساسها الانتخابات تسيير الاعمال ديكو شايفين كل التخبط وصل لفين وامتداد المواسم وتلاحقها وكل الناس بتشتكي واعتقد احاديث كثيرة جدا حتى انه ما تم استحداثه لإقرار العدالة اصبح هو السبب المباشر لانتهاك هذه العدالة في الملاعب اذا لا حديث عن تسيير الاعمال بشكل منضبط يبقى الكلام على لاحة النظام الاساسي هي فين ليه هي حبيسة الادراج عشان فيه جمل مش عايزين نرجع لها بعد ما نمشي تسيير الاعمال هو من ضمن تسيير الاعمال الغاء قرارات وزرية هو هو حكم الاجنابي لمطشاط الاهل وزمالك ده ده مش قرار حتى ده ثبت انه ما فيهوش قرار ما فيهوش قرار يعني عرفه ومشي من ايام رئيس الوزراء دكتور عطل يعني تيجي لجنة هي اللجنة دورها ايه اولا اللجنة دي او البلاد اللي ما عنداش قدرة تفرز اتحادات منتخبة اللغنة دي جاي عشان تعاونها وتساعدها نتعدى المرحلة دي بمهام محددة وتخرج من خلالها بانتخابات مؤامة ده مش حال مصر ده مش وضعنا ده مش الطبيعة بتاعتنا انك في الاخر انت بقالك اكتر من سنتين وشوية دلوقتي وداخل في تالث وعلى رأيك احنا مش ضد افراد كل الافراد دول اتفضلوا خشوا بترشحوا ونجحوا وهم كان منهم اعضاء جمعية عمومية وعندهم خبرات وعندهم قدرات وكل حاج انما احنا بنقول ازاي نحكم بهذه الطريقة ازاي كورة القدم الوصولية تصبح وجهة نظر فردية في الاخر ماينفعش الكلام ده طيب علشان اللي حصل السنة دي من الطويخ الكبير اللي انتو شفتوه ما يتكررش احنا المفترض مسابقة محترمة الدور المصري اصبح من افضل دوريات منطية الشرق الاوسط مش المنطية العربية فقط في عوائدها في قويتها في شعبيتها في جماهريتها ومين اللي كان بيدفع الفلوس مش الوزارة اتحاد الكور لا فلوس الحكام بتعملات الحكام اتحاد الكور الوزارة الوزارة اللي كانت بيدفع الفلوس دي نسأل في دي طيب انت مسابقة لها كل هذه العراقة وفيها القوة لما تسمع اصدقاء من المغرب يكلموني على قد ايه البطولة المصرية اصبحت جاذبة للعيب العرب قد ايه المغربة والتوانسة والجزائريين بيفضلوا يحترفوا في الاندية المصرية وبالمناسبة الاندية المصرية بقت بتدي فلوس الدول النجوم العرب ما بيلوهاش برا عشان كنا بيجوا لك بالضبط بيجي لك وعنده فرصة بدل ما يروح يلعب في الدرجة التانية او التالتة في فرنسا بنص اللي انت هتدهوله لا هجي لك هنا وهيبقى نجم وعنده فرص يلعب بطولة افريقيا يلعب في افريقيا ويتصيط ويزهر ويروح منتخب بلاده وشوفنا كتير منهم اذا انت بطولة جاذبة جدا مسابقة لها هذه القوة اصبحت فيه شراكات كبيرة بترع فرق زي فرق وكل الاندية اللي صعدت اندية قادرة على الصرف يعني المسابقة بيضخ فيها فلوس كتيرة المسابقة دخل في مرحلة مختلفة النادي الاهلي وهو بيتجه لتأسيس وإشهار شركة كرة القدم وشركة الاهلي لكرة القدم بطولة او شركة هتطرح اسهمها في البرصة فبدأنا يحدث لنا نقلة نوعية كبيرة جدا المحل سبق ويحول الشركة الى فريق شركة او فريق مستقل او شركة مستقلة عن الكرة اذن كل النظام الكروي بتاعنا بيتغير ايه المشكلة في ان احنا ما نعملش زي كل العالم المتحدر كراويا والمنضبط في مسابقاته زيه ربطة الاندية المحترفة